أهلا بكم إسرائيل باتت مكشوفة أمنيا بدقة استثنائية بعدما أصبح بإمكان الجميع اليوم رؤية المنشآت الحساسة داخلها في خطوة غير مسبوقة أثارت المخاوف الأمنية لدى السلطات الإسرائيلية فهذا مفاعل ديمونا النووي أشهر المفاعلات النووية الإسرائيلية الذي يمكن رؤية تفاصيله بدقة مقارنة مع الصور التي كانت متاحة على جوجل أرث ومن المواقع الحساسة أيضا مركز سوريك للبحوث النووية الذي يمكن أيضا مشاهدته بدقة عالية الأمر نفسه ينطبق على مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب حيث تبدو صورها واضحة جدا مقارنة بتلك الموجودة على جوجل أرث وغير ذلك الكثير من المواقع الإسرائيلية الحساسة كل هذا بعدما تم توقيع أمر في العام الماضي في سجلات الحكومة الفيدرالية الأمريكية من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يسمح بزيادة دقة صور الأقمار الاصطناعية الإسرائيلية من مترين لكل بيكسل إلى خمسين سنتيمترا لكل بيكسل وبهذا القرار ألغى ترامب الحظر المفروض على نشر صور عالية الدقة من إسرائيل كان قانون صادر عن الكونغرس عام 1997 قد تضمنه بناء على طلب إسرائيلية وطوال هذه المدة كانت جودة صور الأقمار الاصطناعية الإسرائيلية في جوجل أرث أقل بكثير مما هي عليه في البلدان الأخرى ولكن في موقع ماب بوكس الذي يمكن الدخول إليه مجانا أصبح بالإمكان البحث بدقة في مواقع الخرائط الأخرى عن قواعد ومواقع سرية